استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس سموه بقصر البحر بأبو ظبي وفدا من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية برئاسة سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز وذلك بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد ألنهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العينة واستمع صاحب السمو ليعهد أبو ظبي خلال اللقاء إلى شرح حول أهم البرامج والمشاريع البحثية التي يقوم بها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ونتائجها حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبدولة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها كذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وفد جمعية رعاية مرضى السرطان رحمة أيضا برئاسة سعادة الدكتور جمال سند السويدي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأشهد سموه بإسهام مركز رحمة في تثقيف المجتمع بمرض السرطان وتوعيته بخطورة المرض والعوامل المسببة له وطرق الوقاية منه ترجمة نانسي قنقر